على فكرة المسيح لما أعلن عن ذاته أنا هو القيامة والحياة لمرتا ومريم هو أضاف على إعلان كينونته قدرته الإلهي أن يقيم الموت لذلك قال أنا هو القيامة والحياة نشوف يسوع أقام العازر من بين الأموات لما قال أنا هو القيامة والحياة مباشرة طمعا المؤمنين الذين كانوا هناك حتى يقانوا إذا صلب أسبوع الجاي كان لازم يصلب إن يسكوا إنه سيغلب أيضا الموت إذا منقرينا مع إله إسرائيل أعلم ذاته بتثنية إصحاح 32 وعدد 39 أمامكم كيف إله إسرائيل أهيا الذي أهيا الذي كان الكائن والذي يكون أعلن ذاته لبني إسرائيل لموسى لاحظوا على الكلمات التي سأقرأها انظروا الآن أنا أنا هو وليس إله معي أنا أميت وأحيي أنا أميت وأحيي والمسيح يسوع الرب المبارك له كل الماجد يعلن وينسب كلمة أو ينسب اسم الله لذاته وقال أنا هو القيامة والحياة المسيح هو الله الذي ظهر بالجسد فنحن نؤمن في إله واحد ولكن مفهومنا للإله الواحد للوحداني تختلف كليا على اللي بيكفرونا من إخوتنا وأحبينا المسلمين اللي بدعونا بكفار وبحللوا للأسف دماغنا لأنهم لم يفهموا طبيعة الله الواحدة المعلنة بالكتاب المقدس بالطورة وعلى فم الأنبياء على مر العصور وأيضا يعني في ملأها بكل صراحة بكل وضوح بالمسيح يسوع الذي قال أنا هو وكان يعطي يضيف إلى هاي الكينوني وإعلان ذاته القوات الذي كانت تأتي وتؤيد كلمة إني أنا هو يقيم الموت ترجمة نانسي قنقر